قال عدد من الباحثين والعلماء في مجال البيئة أن ثلثة غابات الأمازون قد تأثر بفعل الأنشطة البشرية والجفاف وقال العلماء أن موجات الجفاف الحادة تسجل بصورة متزايدة في الأمازون مع تغير ينماط استغلال الأراضي وظواهر التغير المناخي الناجمة عن الأنشطة البشرية الذين يؤثران على أعداد الأشجار النافقة والحرائق والانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي وأشار الباحثون إلى أن الأضرار التي لحقت بالغابة وتبلغ 38% من بقية المساحة التي تشكل نظام الأمازون الإيكولوجي وممتدة على تسعة بلدان أكبر بكثير من تلك المسجلة سابقا داعينا إلى إقرار قوانين الترمي لحمية هذا النظام الإيكولوجي الحيوي المعرض للخطر